تصلق 15 شخصاً من العاملين المستأجرين في شركة الفوسفات المجمع الصناعي في العقبة إلى مدخنة المجمع مهددين بالانتحار وذلك للمطالبة بتثبيتهم في الشركة على نظام الخدمة الدائمة ذو لوح العمال من علم داخل المجمع الصناعي بالانتحار في حال لم يتم تثبيتهم في الشركة فيما تجري حالياً مفاوضات بين الأجهزة الرسمية والعمال لمحاولة ثنيهم عن الانتحار ودراسة مطالبهم ترجمة نانسي قنقر